حضر البرلمان العربي من بدء دولة الاحتلال الإسرائيلي التمهيد لاكتياح مدينة رفحة الفلسطينية وارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق مليون ونصف المليون فلسطينية محملا الاحتلال المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث والعمل على عرقلة مسيرة المفاوضات وفي بيان له دع البرلمان العربي الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وحسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي هذا وحذر البرلمان العربي من الصمت المخزي الذي يشجع قادة الاحتلال بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية